أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض له الفلسطينيون في بحات المسجد الأقصى مما أصفر عن إصابة واعتقال العشرات من المصلين وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين وسمح لهم بأداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى الذي يعد وقفا إسلاميا خالصا كما جددت مصر تأكيد على رفض العنف والتحريط بكفة أشكاله بما في ذلك الدعوات المطالبة باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المعظم محذرة من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة